السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وحبايبنا اللي بدعمونا وبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم احنا هنبدأ بتشكيلة النادي الاهلي بإذن الله قدام الجونال يو فحرص المرمى محمد الشناوي في الشمال علي معلول في محمد عبد المنى أم ياسر إبراهيم محمد هاني قط الوسط مروان عطية امام عشور احمد نابيل كوكة في الهجوم برستاو حسين الشحات قط الهجوم المؤلم اللي ما نعرفش نوعه ايه اللي هو مجيبه لنا تانى حاجة الناس اللي عادة تتكلم وتقولك الاخلاقين والاخلاقين والاخلاقين يا جماعة انا اول واحد كنت نفس اللي هو ما يتضموهش احمد فتوح محمد صبح مابدايا عشان محمد صبح المصطفى شبارح سامنه تانى حاجة انتو نفس الناس اللي اتكلمت ايام مع عصام الحضرة كل الاهلوية قالك المفروض كابتن حسن شحاته ما يضموه بس للأسف كابتن حسن شحاته ضمه انتو نفس الناس رضا عبدالعلي هو هو الشخص اللي بتكلم كل الزمالكوية كل الناس هي نفس الناس اللي بتتكلم في ايام المشكلة بتاع عصام الحضرة وجانا نطلقه اخلاقيا ومش اخلاقيا وكانوا كونيكم ما تحاولش تغير كلامك مرتان انا اول واحد نفس الزمالكينجا والاهلينجا انا راي المحايد انا اهله وصماء بس عشان اطلع اقول خبر لنص محترمة هتسمعني بقى لازم اقول خبر مزبوط ما اقولش النهاردة كلام وتاني اوم كلام ما علمش ابن قلة القلب وقوله اشتم عمك فلان واشتم عمك فلان وراه يضرب عمك فلان وتاني اوم اجا عاقبه وقوله انت اشتمت فلان لا ما انت اللي اقلي ما انت اللي علمت اللي اعبتك كده ما انت الزمالك اللي علمهم كده ما انت الزمالك اللي علمهم يشتم الجمهور ما انت الزمالك اللي علمهم التشواح ما انت الزمالك اللي علمهم كل ده يا جماعة عشان انت اعمل حاجة كويسة لازم ان تقف على خط مظبوط ماينفعش تقول كرر النهاردة وتغيره تانيان يا جماعة انت بتعمله معناد كبير اسمه نادي الزمالك عاب اللي انت بتعمله وانت يا رضا عبد العالم ماينفعش تطلع تشتب مدرب خصوان اللي انت اللي نفسك قال على نفسك هجاس احترم الناس عشان الناس تحترمه ان الكبير محترمش نفسه من حق الصغار ان يقل لي منه وانت بتقل لي منك دايما فعاق القرى المصرية بتنهض انت كده هتخلط نهار احلمن هسا عن ناس المحترمه ويراج كل يدعمني